هذه كلمة ورد غطاها وبالزين والإحسان للآخ فهد بن محمود وأي آخ آخر يأتي في سياق نصيحة لأي شخص خارق عمان كف نفسك أنت عملت فيديو موجه في حالة سياسية واستخدمت فيها نصا وحرفا اسم اللي رقعه إلى عمان أنا أحد من الذين رقعوا في عمان لا أعرف عن الآخرين لكن أقول لك راقع للبلد بعفو من السلطان وضعي وقضيتي وشؤوني وأشيائي ليست علكة لك لتستخدمها في أي خطاب دعائي أنت وغيرك فيا عزيزي فهد بن محمود لا تتدخل فيما لا يعنيك أنا وضعي وأحد العائدين لعمان لا أسمح لك مطلقا أن تتدخل في أي شيء ولو قيت تقول لي والله أنا ما ذكرت اسمك صراحة هذا التحايل خلي عنك أنت وغيرك أرفض أن يتم تسييس عودتي إلى عمان أو استخدامها أكعلك في لسان هذه الخطابات عندك شيء تقوله لا تستخدم حالات الآخرين هذا عفو من أب إلى ابنه لا يحشرك ما يحشرك أي شيء فيه وأنا أحذرك أنته وأحذر الآخرين لا أسمح لأي إنسان إنه يستخدم هذا العفو في دعاية أو في أجندة خاصة هذه حالاتنا اللي عفيت من السلطان وبدأنا نعيش حياة جديدة فيا فهد بن محمود أنت وغيرك إلزم حدودك وإلى أنتوه بالزين والإحسان إلزم حدودك أنت وغيرك هذا عفو من السلطان لا تتنظر فيه علينا ولا تتنظر فيه على حالاتنا وخليك في تفكيرك وأفكارك أنت حر دعنا وشأننا أنا أتكلم بالنيابة عن نفسك أحد العائدين لعمان من وضع لقوة دعني وشأني لا أسمح لك لا أنت ولا غيرك إنه يتدخل في موضوع العفو الذي صدر بشأني لا حياتي بعد عمان ولا حياتي قبل العفو تعنيك في أي شيء حياتي قبل العفو حسمت بالعفو السامي وحياتي بعد العفو ينطبق عليها ما ينطبق على النظام الأساسي للدولة حياة خاصة كنت حسن النية أو كنت سيئ النية أرجو أن الرسالة توصلك بوضح دعني وشأني واضح الكلام؟ ما أتمنى مرة أخرى يفلت منك بحسن نية أو بسوء نية هذه المرة قلنا ربما حسن النية وارد المرة الآخر الثانية أعتقد أنني قلت ما عندي بوضوح كفوا ألسنتكم عن العفو السامي الذي صدر بشأني وحياتي الخاصة وبوستوالي بعد العودة لعمان كف نفسك عنها باغي خطاب توقهه لشخص آخر تكلم بينك وبينه حياة الآخرين ووضعهم ووضعهم السياسي والقانوني ليس علكة لا في لسانك ولا لسان الشخص آخر وهذا الكلام توب الزين تطاول آخر على طول ألقى إلى القانون سالفت أنك ما ذكرت ما ذكرت اسم هذه اللعبة لا تنطلي على أحد كف نفسك يا فهد بن محمود اتفقنا هذا الكلام حالك وحال غيرك وقبل لا تبدأ طب قديدة فيه لاقيين آخرين خارق عمان هم باغين يقلسوا هذا خيارهم هذا قرارهم هم باغين يرقعوا هذا الكلام وهذا القرار ما يتخذ واحد قا يتدخل شي لا يعني تسييس حياتي بعد العودة إلى عمان هو اعتداء وأي استدعاء لوضعي قبل العفو السامي هو إخلال بالاحترام للعفو السامي والعفو السامي ما يقف فقط بأبعاد قانونية هناك أبعاد اجتماعية يقهلها الذي يهرف بما لا يعرف لذلك قبل لا تستطبه إعلامية ما يفعله البعض من استدعاء لوضعي أو وضع شخص آخر بعد العفو السامي هو اعتداء وتسييس لحياة شخصية اجتماعية وإعادتها في معمعة الخطابات السياسية وهذا ما خيار يتخذ حد نيابة عنه هذا اعتداء أنا لا أسمح لأي إنسان إنه يتحدى حقوقي القانونية بعد العفو السامي ولا أسمح لأي إنسان إنه يستدعي أي وضع قانوني للاقي ما لاقي يسب يجن أم الصروم فليكف الغرباء والمتطفلون أنفسهم سأدافع عن نفسي بكل التعهدات اللي قات من قبل الحكومة لنا بعد العودة والتي نفذت بحذافيرها حتى هذه اللحظة ما في تعهد تعهدت الحكومة لي وأخلت به ومن جانبي ما في تعهد تعهدت به وأخليت به فضولي ولا متطفل يطلع من تحت الأرض يكف نفسه هذا عفو سامي باغت بربر بربر وحدك إقلاق حياتي وتمتعي بالعفو السامي هذا ليس شيئا يحق لأي إنسان الدخول فيه تحكمه نصوص ويحكمه دستور ويحكمه عفو والعف له حيثيات والعودة لها حيثيات ما تستخدم لآخرين مطية لخطابك تريد توقهه لحد في بريطانيا وقه له كلامك مباشرة العائدين من اللقو ما موضوع تهرف فيه باغت استو متطفل باغت استو فضولي باغت استو متفيتر استو في أي موضوع آخر حياتنا في أمان يحميها عفو سامي وسنأخذ كل الإقراءات لندافع نفسنا أمام أي تسييس كان أحمق أو موقع وظن الكلام واضح ما عندي شيء يقوله لأي حد من يقترب من هذا القانب سأدافع عن نفسي بكل الأدوات القانونية الممكنة حياة الشخصية محمية بنصف النظام الأساسي لذلك ابو ما يعرف يتكلم يتعلم كيف يتكلم ويترك حياة الآخرين الشخصية في حالها بالآخرة هذه كلمة ورد غطاها وبالزين والإحسان للآخ فهد بن محمود وأي آخ آخر يأتي في سياق نصيحة لأي شخص خارق عمان كف نفسك أنت عملت فيديو موجه في حالة سياسية واستخدمت فيها نصا وحرفا اسمي اللي رقعوا إلى عمان أنا أحد من الذين رقعوا في عمان لا أعرف عن الآخرين لكن أقول لك رقع للبلد بعفو من السلطان وضعي وقضيتي وشؤوني وأشيائي ليست علكة لك لتستخدمها في أي خطاب دعائي أنت وغيرك فيا عزيزي فهد بن محمود لا تتدخل فيما لا يعنيك أنا وضعي وأحد العائدين لعمان لا أسمح لك مطلقا أن تتدخل في أي شيء ولو قيت تقول لي والله أنا ما ذكرت اسمك صراحة هذا التحايل خلي عنك أنت وغيرك أرفض أن يتم تسييس عودتي إلى عمان أو استخدامها كعلكة في لسان هذه الخطابات عندك شيء تقوله لا تستخدم حالات الآخرين هذا عفو من أب إلى ابنه لا يحشرك ما يحشرك أي شيء فيه وأنا أحذرك أنته وأحذر الآخرين لا أسمح لأي إنسان إنه يستخدم هذا العفو في دعاية أو في أجندة خاصة هذه حالاتنا اللي عفيت من السلطان وبدأنا نعيش حياة جديدة فيا فهد بن محمود أنت وغيرك إلزم حدودك وإلي أنتوه بالزين والإحسان إلزم حدودك أنت وغيرك هذا عفو من السلطان لا تجي تنظر فيه علينا ولا تجي تنظر فيه على حالاتنا وخليك في تفكيرك وأفكارك أنت حر دعنا وشأننا أنا أتكلم بالنيابة عن نفسي كأحد العائدين لعمان من وضع لقو دعني وشأني لا أسمح لك لا أنت ولا غيرك أنه يتدخل في موضوع العفو الذي صدر بشأني لا حياتي بعد عمان ولا حياتي قبل العفو تعنيك في أي شيء حياتي قبل العفو حسمت بالعفو السامي وحياتي بعد العفو ينطبق عليها ما ينطبق على النظام الأساسي للدولة حياة خاصة كنت حسن النية أو كنت سيئ النية أرجو أن الرسالة توصلك بوضوح دعني وشأني واضح الكلام ما أتمنى مرة أخرى يفلت منك بحسن النية أو بسؤنية هذه المرة قلنا ربما حسن النية وارد المرة الآخر الثانية أعتقد أنني قلت ما عندي بوضوح كفوا ألسنتكم عن العفو السامي الذي صدر بشأني وحياتي الخاصة وبوستوالي بعد العودة لعمان كف نفسك عنها باغي خطاب توجهه لشخص آخر تكلم بينك وبينه حياة الآخرين ووضعهم ووضعهم السياسي والقانوني ليس علكة لا في لسانك ولا لسان الشخص آخر وهذا الكلام توب الزين تطاول آخر على طول ألقى إلى القانون كسالفت أنك ما ذكرت ما ذكرت اسم هذه اللعبة لا تنطلي على أحد كف نفسك يا فهد بن محمود اتفقنا هذا الكلام حالك وحال غيرك منذ عودتي إلى عمان ما توقعت إن يأتي هذا اليوم اللي أضطر فيه إلى مخاطبة أي قهة أمنية في عمان لصون العفو السامي الذي صدر بشأني قبل عودتي إلى عمان وضمن أحاديث العودة تم التعهد لي أنه لن يتم تسييس حياتي ولا عودتي تم هذا التعهد تم التعهد لي أني أرقع من المطار للبيت وحدث ذا التعهد تم التعهد لي أنه لن يحقق معي وتم هذا العهد تم التعهد لي أنني لن ألزم بالهجوم على أحد قالوا لما تفكر ما أحد يقب ركب على شي تم التعهد لي أنه لن يحقق معي بشأن ماذا كان يحدث في بريطانيا ولم يحدث لا تحقيق ولا استدعاء ولا حتى سؤال صون العفو السامي مثل ما هو حق لي لأنه يحمل كلمة السلطان وأمره النافذ هو واقب على أجهزة الدولة لذلك أنا لأول مرة أوجه هذه الرسالة إلى جهاز الأمن الداخلي أو إلى المكتب السلطاني يجيها ذات الاختصاص لأنه لا تربطني صلة مباشرة بأي جهة أمنية أرسل هذا الفيديو علنا وأظن أنكم تعرفون جيدا مقاصدي منه حياتي إن سيست من قبل أي إنسان من حقي أن أحمى من عواقب التسييس وآثاره على حياة الشخصية والاجتماعية وما يفتحه من مخالفه إن يعاد النظر في قريمة عفى عنها السلطان أقول لكم نظرا لأنه بدأ البعض يرسل خطابات بشأن أوضاع اللاقئين سياسيين ويقحم العائدين لعمان فيها لذلك أنا ما قاعد يطلب منكم جماله صون العفو السامي أنا تعهدت بما تعهدت به وابتعد تماما عن كل التسييس وشغال في مقالة الاجتماعي وعايش وراض بحياتي من يسيس عودتي لعمان أنتم تعلمون جيدا وما أحتاج أشرح لكم أنه يعتد اعتداء سياسي على حياة لاقي عادة لعمان وبدأ بصعوبة ومشقة يعيش حياة اجتماعية إقلاق حياة الاجتماعية بأي خطاب من هذا النوع هو تسييس لذلك أوقه لكم هذه الرسالة عبر تطبيق تويتر شوفوا هذي اللي قالسين يسيسونه وفعلوا ما تقتضيه الإقراءات التي تصون هذا العفو هذه ما لعبة بالنسبة لبعض اللي قالس يتقول بعض الأقاويل هذه حياتنا محمية بنظام أساسي وبتعهدات من أجهزة الأمن لا أنا كسرت تعهداتي ولا أنتم كسرتم تعهداتكم لماذا يظهر لنا شخص لا يعرف فيما يهرف ويقلق حياة ناس آمنين بتسييس موجه إلى لاجئة في الخارج إذا كان هذا الشخص ينطلق بجهل فأتمنى أنكم تعلموه إذا كان هذا الشخص ينطلق بسوء نية فأتمنى أنكم أنتم تفعلوا ما يجب صونا للعفو السامي أنا أقولها بالفم المليان ما إلي علاقة باللي لاقي بباغ يرقع أهلا وسهلا وبما باغ يرقع ما إلي علاقة به لا أقنعه ولا يقنعني ولا أدخل في هذا الموضوع من الأساس أصلا يعني أنتم كأجهزة أمنية لا ما طلبتوا مني ولا حتى شفتكم ولا أكلمتكم ولا أكلمتوني قزاكم الله خير اليوم أفطر أكلمكم كمواطن يتمتع بعفو من السلطان وأقول لكم واقبكم صون هذا العفو واللي باغي يشوحي ميني سار أظن أنه عندكم طرق أنه تنصحوه وهذا الكلام اللي عندي عاد ما أعرف القيهة المختصة للمكتب السلطاني جهاز الأمن للدعاء العام المهم تحديد الكل هذا رسالة حالكم كلكم هذا حقي هذا العفو قانوني قانون نافذ وبباغي قي يقلق حياتي بالتسييس هذا معتدي وأطالب الدولة بحمايتي كما تعهدت لي فإن شاء الله نطلع واحد حسن النية وما كان فاهم المعمعة والحيثيات والسياقات المعقدة اللي تتعلق بأنه إنسان طلب لقوء وعاد لبلده فهذا مقال لا يمكن أن نتركه ليخوض فيه الجاهلون بكل هذه الحيثيات سلام عليكم وأنا أعتذر أني اضطريت أوقي هذه الرسالة في تويتر لكن لا ما عندي صلاة أخرى وأتمنى أن رسالتي وصلت أرقو من جهزة الأمن ولا المكتب ولا الادعاء أيما كان جهة الاختصاص إنه تتولى لازم في حماية حياة العائدين بعفو سامي من أي تسييس يصدر من أي شخص داخل الأراضي العمانية وعنده كلام يوقه للاقي آخر يوقه بعيد عن تسييس حياتنا هذا حقنا هذا حقنا حياة قبل العفو حقنا أنها ما تسييس حياة بعد العودة العمان محمية الحياة الشخصية اللي محمية في النظام الأساسي ما أعتقد أحتاج أشرح لحد أنا أطالب باتخاذ إقراء واضح يمنع تسييس حياتنا لأنه هذا يضرنا هذا اعتداء يضرني أنا يضرلي حياتي يربك حياتي الاجتماعية اللي بشقاء تام ما صدقت أن استعدتها السلام عليكم وأعتقد أن الرسالة واضحة وما محتاج عيد وزيد فيها والمهم جزاكم الله خير ما تعهدتم به تم وما تعهدتم به تم لولا إنه ظهرت هذا الطب القديدة إنه نبدأ نستخدم كجوكر يرمى في وقه معارك دعائية وتسييس ولا ما كنت أوقه لكم هذا الرسالة العمانية والله ينصركم في كل ما أنتم فيه محقين وصائبين وتنفعوا فيه عمان وصح بالنسبة للأصدقاء اللي قلقين توب الله أنا عليك أنا منفعل مو قلت جيب كلامي إنزين وحوله لنص مو أتلقى أتلقى كلام عادي واحد يقول أنا كنت لقي وإنه كان بيني وبين الدولة مواثيق أنا صنتها وهي صانتها وإنه أي تسييس بالذات فيما يخص لاقي آخر هو شيء يعرض حياة الاجتماعية للضرر ويرغمني ويدخلني في خطابات سياسية أنا في حل عنها وفي غنى عنها وبغي يطلب لقو يطلب لقو وبغي يرقع ما بغي يرقع تونا يعني راقع عمان عشان مو يعني عشان أدخل ملاسنات تو مع اللاقيين ترى هو إذا كانت المخافة الكبرى قالوا إلي الحكومة ما تقلق عيش حياتك ما بغي تدخل في ذي المهرقان السياسي الدعائي هذا حقك بغيت تدخل دخل ما بغيت تدخل ما حد يقبرك في الموضوع ما بسيط أنت تتعامل مع ناس لهم وضع سياسي مغاير وأنا عايش حياة اجتماعية تو عقب أنا مان سيقنت في الإمارات تو نوبا حد يقي استخدمني أنا كورقة في ملاسنات مو ذا هذا اعتداء هذا تسيس اعتقالات السابقة في عمان نوبا تعال استخدمها وسيسلك بادي وهكذا دواليك ف الموضوع ما تقول لي ما يستاهل انفعال الموضوع يستاهل أقصى درجات التحفز للدفاع النفس وضع التأخ وبتو أصفر فالموضوع ما أني منفعل ومعصب الموضوع فعلا أتكلم من منظور اجتماعي ما يستوي حد يسيس لحياتي إذا أنت استخدمني في هجمة سياسية تعقني كذا جوكر فوق حد ردت الفالد قال من ولا يعني الآن محاولة لقرقرتي البعض يظن أنها تعال انسحبوا من قديد مو يعني بعدين قدام تعال معاوية وقلس على لاقيين آخرين يهاجموا يهاجموا وليين شبعوا الله يفكر بتهم وأسأل الله لهم السلام وأن يكتب الله لهم ما هو خير لهم إن كان خير لهم بقاءهم هناك أسأل الله أن يحميهم وإن كان خير لهم أن يرقعوا عمان أسأل الله أن يعيدهم أن يسر أمرهم هذا موقفي موقفي اجتماعي ما عندي أحكام أنا ما قاضي ما ما أعرف قرارات الآخرين ما أعرف موضعهم فلل الأصدقاء ما انفعال كلامي عادي قد ما في انفعال في دفاع النفس وهذا لي كل شخص قبل لا تستطبه البعض ما يفهموا معنى إنه معاوية كان لاقي ورقع على عمان بعض ما يفهموا معنى هذا الوضع المشربك المعقد اللي فيه تداخلات قانونية وسياسية وقواز ما عندك وقواز تسترقعه وتروح عبد العزيز الهناء يتصل وانت تتصلبه ويقابلك وتطمينات واا 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 أربع سنين عاد لي بعيد عن الحياة السياسية ومرتح أعيش حياة اجتماعية حياتي سياكل مسارات دراجات أدرس نشاطي في مقال الصحة النفسية مو يعني أفتح قبهيته على اللي بره انت باغت تفتح قبهه افتحها حالك وحدك سير افتحها كل وضعي وضعي من كل لاقي خارق عمان ما وضع سياسي أقول في قلبي اللهم يقع لهم يعيشوا طمأنينة وإنه يقع ل الله ما هو خير لهم بس دي ما ورقة في يدك لا انت ولا غيرك في ده اعتداء ترى اعتداء تسييس ما عرف ده بون زحط يعرف حقل الألغام اللي دخل فيه والأخطار والأضرار اللي ممكن يسببها لإنسان ماشي حاله حال سبيله مو قال السنة من يوم رقعت عمان قضاها اجتماعية مرت القانف شاهين مرة في موضوع الدراغات ومرتاح حال مو انت باغي تفتح جبه سياسية ما تستخدم غيرك ولا وبعدك باغي تفتح جبه سياسية وتستخدم غيرك اللي استدعى الأمر عفوه ما السلطان اللي انبس خلاص انتهت حياته السياسية ونلاحظات لعلي واعتقالاته واستدعاءاته وحالات الحبس خلصت كلها انا اتكلم عن دا الموضوع دا حقي دي حياتي انت دقي تفتح دا الملف السياسي هذا ابو الاعتداء انت تعارف انت يعني انزحطت هين فللأصدقاء الموضوع ما متعلق بانفعال اسمه دفاع النفس عواقب التسييس وخيمة ما وخيمة وبس وخيمتين ثلاث وخيمات اربع وخيمات وخيمات وقارتها وخيمات وقاراتهم فادحات وقاراتهم فليس الامر انفعالا بقدر ما هو التمسك بحق قانوني هذا حق قانوني يمكن شخص ما عاشه يتصوره كذا يتفيتر يعتقد ان هو قاسي سوي شيزين لا 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 تضعنا في جبه هذا ما عرف اقدر اصنفه بقريمة بس هو تسيس والتسيس لو قهاته اللي توقفه عند حده اذا انا رقعت اسيس عمري مو اتوقع يعني مو يطح فقراسي ترى يطح فقراسي قدار ولا ادعم شي من 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 موسمن قص عارف وضعينه ومتعايش مع وضعي وعارف وضع السابق متعايش مع قرائمي قرائم النشر السابقة عفو سامي ما صارت قرائم الحق العام سقط عنه وضع السياس السابق انتهي ما صرت في حالة سياسية نشطة ما يحتاج اي بغام يجي ويتفيتر في شيء حياة آمنة لانسان بعيد عن السياسة بعيد عن السياسة بعيد عن التسييس يبني مواقف اجتماعية فيا اصدقائي تونتو ما تشوفوا الانفعال شوفوا ابوه اقوله قرب تعال وترقمه كده كتبه وعرضه على حد يقولك هذا يقول كلام زين يا اخي مسكين يعني جالسي حاول يحافظ على سلامه الداخلي ودي الفيديو ما لذم عصب ما يكدك شتوت تشوف مو ملامح وجهي يعني هي اللي تحدد لك معنى كلامي فعموما يا اصدقاء ليس هناك سوى حالة دفاع عن النفس امام هذا المعتد رقم واحد ولا المعتد رقم اثنين واذا استويت طبه هذه معناها زحلوقة كده ولقى نفسي في عالم الصدامات السياسية ما بغى صادم لاقي خارق امام وليلى علاقة باختياراته سألني سؤال قال لي انت كيف رقعت عمان اقول له رقعت عمان كده وكده وكده وكتبت هذا الكلام وصلا متاح وما يحتاج حد يسألني هذا قرارهم بغى تسوي دعاية بغى تطلع فيها بغى يعني تشحط عمرك تشحط عمرك غير على حياة اخرين حياة خاصة وامنة ما تتكلم نيابة عنها ما تتكلم نيابة عنهم وما دار يمو مستفل عفو ما تتدخل فيه مو ذيك الصدع والإقراءات ويا ربي وعاد حنا يعني مقدمة ال انا هتكلم عن نفسي كم جايين كده تستيج نقرز الطريق نشوفه ها كيف ضبط اربع سنين اربع سنين مرتاح من كل التسيس اربع سنين عايش في حياة اجتماعية حلوة يطلع لي واحد كده شامة من زين بقعة في قميص ابيض حان يطلعوا لي بعدين اثنين ثلاثة وتستمعت مرقط ومرقط لا 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 ما يستوي ما ما كدك هنا الانسان يندفع في الدفاع النفس لان العواقب اللي قدام ما عرف كم واحد كي يشوف ذا الفيديو عاش حياة سياسية ومسيسة بوليتيكس هي دفرند جيم لعبة السياسية يعني عشت فيها ما يكفي لعبة ومهارات معينة تحمين ان كانت قبل الهجومية الانصار الدفاعية فهنا ما واحد ساب بني وعاقلي كلمة وعاقلي كلمة خايسة لا لدي لمبوني كم مرح الصبعلي ومبعدين يقول مو نوضع خلي الله بيكف شر بس امام التسيس لا 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 ما لعبة وما مزاح فتحديد الكل كل ادوات الدفاع استخدمت باقي اداة اخيرة وهذا الاداة عدت استخدمها للشديد الاوي وهي اللي تضمني سلامتي وما وحدث بعد العفو واجراءاته والتطمينات والتعاخدات وسائل صون العفو هذا عالم لا انا اقحم في حد اخر ولا حد اخر يقتحمه فمسويت كاي مواطن صالح وقحت رسالتي الى اجهزة الدولة انه في حد قال سيسيس حياة تلاقي سابق راقع بعفو تصرفه معاه عادوا ما كيف يتصرفه مو دران ما يلا علاقة انا بعيد انا فقط اقول ارفض التسيس هذه السالة تزحطه معاوية في مو باغني يعني باغني اتولى معركتك نيابة عنك حارب وحدك وروح ضاربهم ولاسنهم وسوف وتبغى تستدعيني انا من 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 سباتي مرتاح في حياة دراجات حياة اجتماعية عادية فور باي فور تنس طاولة نشاط رياضي شغل في النادي الثقافي فعاليات مو باغلت وانت قايفة اطلع لنا كده كما الشام حال مو دمام البثور شيء من الناس ما تعف تقول الله يهديهم ولا الله يقرأهم لكن لو لم اتخذ موقف حاسم صارم واضح من اي تسييس ساكون في خطر لذلك وضعوا السيف ما وضع السيف ووضع الندام ووضع الندام ووضع الندام ووضع الندام ووضع السيف بالعلا حين تدافع عن نفسك ما عندك لأن المعمع اللي تستو قدام ما ما ظني حد يفهم أبعادها فنصيحة يعني لأي حد باغي يطبل باغي يتملق باغي يطلع فيها باغي يتفيتر باغي يسوي عمره سبع البرنبة سوي بوتو بغاذي خياراتك ما ندخل فيها بس دعني وشيني بس هذا بطالب هذا حق يعني ما أني توطالب جمالة من حد وهذا يا أصدقاء لا تقلسوا يعني طربة أخماس وسداس الموضوع بسيط يعني يعني بالنسبة لي موضوع سهل يعني ما ما محتاج إلا باغي بعض النقاط على الحروف وترى يسندني عفو حق قانوني ومنظومة متكاملة ومن متأكد أنني لست بأشد حرصا في صون العفو السامي من الذي واجبه أن يصون هذا العفو فإن شاء الله أن يكون هناك تحرك يقضي على هذا التسييس في مهدو قبل أن يتحول لاحقا إلى تحطيم لحياة إنسان شعر بالأمان في بلاده وعاش حياة اجتماعية حال وحالي مواطن آخر التسييس في هذا المقام وهذا السياق اعتداء في هديو لا تطفروبي لا مأصب ولا مضارة بحد ولا ساب بحد كلامي كله قانوني لا تغثوني نوبنت وأنا مغتث من ده التسييس يقير ربعي غثوني يا الله مهم روح سي شيء مفيد أنا أعيي قيدا ما أفعله